هنا أما المطلب الثاني فهو يريد الماجر أوف اسوشييشن الماجر أوف اسوشييشن نحن قلنا حسب نوع الدراسة إذا الدراسة كوهورت يعني آني ما أخذ الـ population على أساس الرسك أو الـ exposure وبعدين مثبت لهم follow-up period هاي كوهورت فآخذ الـ relative risk اللي هي الـ incidence أو risk among the exposed على الـ incidence أو risk among the non-exposed وإذا كانت دراسة مادة case control يعني ناس من الأصل ناس عدهم دزيز وناس ما عدهم دزيز فأخذ الـ odds ratio هنا مع الدراسة مادة وقال لي هو مثلا من سنة 2001 مسوي لهم على أساس الختام بعدياً يعني مسوي لهم follow-up period ومنقسم ذولي عدهم الـ HIV وذولي معدهم فهي يعني آم هسة راح نبدي نحل يعني هنا راح نطلع الـ relative risk relative risk اللي هو قلنا incidence among the exposed على incidence among the non-exposed احنا ذا تذكره وش راح المحابرة قلنا انه relative risk شون نطلعها نطلعها بخطوطي او شي نطلع على incidence بعدين نقسم الـ incidence among the exposed على non-exposed فإذا راح نطلع الـ incidence among the exposed أقول 154 على 4608 فيطلع لي الـ incidence هذا 100 هذا الـ risk مال أو incidence among the exposed اللي هما uncircumcised مال 145 هذه على 4600 فطلع لي هلقت هذا الـ incidence والريسك مال الـ exposed أما مال non-exposed اللي راح تطلعه من 18 على 980 يعني الـ incidence على population at risk فطلعت لي 1.89 هذا الـ incidence ما الـ exposed وهذا الـ incidence ما الـ non-exposed فالـ relative risk أنه أقسم هذا على هذا فمن قسم تطلع لي 1.7 وهي الـ relative risk أو risk ratio فالـ interpretation ما تشقول أقول أنه الـ non أو uncircumcised are 1.7 and more likely to have HIV rather than be circumcised مال وهو قاتبها هنا أنه lake of circumcision associated with 1.7 times excess risk of HIV as compared to circumcised مال المهم أنه نقول ذول uncircumcised أكثر مرة وسبعة من ذول المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثالث 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 نحن الاترابيوتابل ريسك للقانون مالتها الانسدنس مال للإكسبوز ننقص الانسدنس مال للنون إكسبوز نحن الانسدنس مال للإكسبوز مطلعيها اللي 3.34 والانسدنس مال للنون إكسبوز مطلعيها ورادية على من فوق فراح تطلع لي هالنتيجة فالانتربرتاشن ماتي شنو مقول انه معناها الـ 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 HIV والسركمسجن مرتبطة بالنسبة هالكت او نفس ما هو كاتب انه 1.4 أو 1.36 الـ HIV بين 100 السركمسجن مال للسركمسجن يعني نفس الفكرة انه قايل انه اكو احتمالية 1.4 كيسيس الكل مئة انسركمسجن مال هاي المئة جايبة من المئة بالمئة من المئة من المئة الذي يجد الليك أوف سركمسجن معناها انه اكو علاقة بينتهم بين الـ HIV والليك أوف سركمسجن منسبة 1.4 يعني هان مصابة اما الـ Attributable risk يعني انا لدينا ثلاث مطالب اكو Attributable risk و Attributable risk و Attributable risk اما الـ Attributable risk اللي هي القانون مالتها الـ Attributable risk على INCIDENTS AMONG THE EXPOSED او نقول انه INCIDENTS AMONG THE EXPOSED نقص INCIDENTS AMONG THE NON EXPOSED على INCIDENTS AMONG THE EXPOSED بس هذا يعني اسهل يعني احنا من بداية نطلعي هاي فبس اعوض يعني عوض هذا الرقم اللي هو 1.36 على 3.34 اللي انا مطلعتها من فوق في 100% هتطلع لي 40% الـ Interpretation ما تيها ده مهم